الغضروف هو أحد أنواع الأنسجة الصلبة السميكة والزلقة التي تغطي نهايات العظام في منطقة التقائها مع العظام الأخرى لتكوين المفصل وللغضروف عدة وظائف في جسم الإنسان تتمثل في 1. يشكل سطوحاً ملساء لتقليل الاحتكاك بين المفاصل مما يدعم وزن الجسم عند القيام بأنشطة الركض، الانحناء، التمدد 2. ربط العظام ببعضها، مما يساعد على تشكيل الهيكل العظمي 3. تكوين بعض أجزاء الجسم مثل الأجزاء الخارجية للأذن تركيب الغضروف يتكون من خلايا غضروفية والتي تنقسم بدورها إلى 3. خلايا غضروفية فتية وهي عبارة عن خلايا قاعدية تمتلك نواة بيضوية وتوجد في محيط الغضروف وتحت النسيج المحيط بالغضروف 4. خلايا غضروفية ناضجة وهي عبارة عن خلايا دائرية تقع في داخل أجواف تسمى لكيوناي 5. وعادة ما تكون محاطة بمحفظة وهي إما أن تكون مفردة أو مضاعفة أو متعددة 6. وهذه الخلايا تحتوي على نواة كبيرة مع نوية أو نويتين 7. أما عن المادة الأساسية للغضروف فتتألف هذه المادة من البروتين المخاطي الغضروفي والماء وأملاح السوديوم 8. أنواع الغضروف 9. للغضروف ثلاثة أنواع وهي 1. الغضروف الزجاجي وهو شفاف بلون أزرق محاط عادة بغشاء وعائي يتألف من طبقة ليفية وطبقة من الخلايا الغضروفية 10. ومن أمثلته الغضروف الموجود في الأنف 11. الرغامي 12. القصبة الهوائية 13. الغدة الدرقية 14. الحنجرة 2. الغضروف الليفي المرن 14. ويكثر وجوده في صيوان الأذن 15. القناة السمعية 15. قناة أستاكي 15. الغضروف الليفي الأبيض 16. ويوجد بصورة رئيسية في الأقراص المفصالية بين الفقرات وبين عظم القص والترقوة وفي بعض غضاريف عظام الحوب 16. وفي بعض غضاريف عظام الحوب